لعدة سنين الفانس كانوا يطلبون أي نوع من رجوع لمسلسلنا المحبوب تين تايتنز الأصلي مع انتهاء مو مكتمل أصراً شي صعب أنك تنسى منه وتنتقل شيء آخر خصوصاً إذا كان الشيء الآخر هذا الطفولي وعنده فورمات كوميدي جداً لكن مع قفزة لـ 2018 في فيلم تي تايتنز جو في النهاية في لقطة كانت بوست كريدت سين يحمسنا تقريباً 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 لا يوجد الكثير من الوقت يجب أن نعرف أننا نحن هنا هذا هو تايتنز تايتنز هل يمكن أن يسمحنا؟ نعتقد أننا نجد طريقاً مختلفين وكل واحد له جمهوره فلاحد يزال وبنتكلم عن كيف تغير من المسلسل الأصلي من 2003 إلى تين تايتنز جو تين تايتنز وتين تايتنز جو هم نفس الأشخاص نفس البرج اللي عليه حرف T شي اللي عليه البرج الحرف T ونفس الأشرار لكن فيه اختلافات كثيرة بينهم يعني غير عن أسامي والشخصيات تين تايتنز جو مسلسل مختلف بالكامل عن تين تايتنز ومعاً كلهم ما أخذين من نفس الكوميك كل واحدة لها أحساس مختلف وانت تشاهد مثلاً في القصة تين تايتنز فيها عمق في تغيير الشخصيات وتطورهم وفيها قصة وارك ماشين عليه غير عن تين تايتنز جو اللي ما أخذ طريق طفولي شوية مع حلقات منها علاقة بالحلقة اللي قبل وطريقتهم في حلول مشاكلهم مش زي تين تايتنز اللي يقدرون يتعاملون مع أشياء أكبر ومشاكل أكبر مثلاً تين تايتنز عندهم كل حلقة مدة 22 دقيقة أو أقل مع قصة وبلوت ماشين عليه فم عندنا تين تايتنز جو اللي عندهم حلقة وحدة 20 دقيقة أو شي لكن ما هي بعبارة عن حلقة وحدة هي ثلاث حلقات مخلوطة أو محطوطة مع بعض عشان يصير 20 دقيقة والحلقة الوحدة 9 إلى 11 دقيقة وما هو شي جديد إن حلقات مسلسل كرتون للأطفال تكون بهذا القد عندنا مسلسلات معروفة كثيرة مدتها 10 أو 9 دقائق مثلاً أدفنتر تايم، وي بير بيرز، لاود هاوس، وحتى ستيفن يونيفيرس عمل جيد ستيفن يونيفيرس نفسه اللي يقدر يبعث عوالم كاملة تطلع في 10 دقائق بعد وزي ما قلت ومدة حلقاتهم هذي ما تخليهم ينسون أو يتخللون عند بلوت قوي أو قصة يعني زينة ومتكاملة وما يكون كل حلقة ما الأمها دخل في اللي قبلها ومثال حلو زي ما قلت ستيفن ترايز واش دخل أم؟ هذا يوتيوبر وهذا وزي ما قلت مثال حلو هو ستيفن يونيفيرس اللي يقدر يخرب أر كامل في كم دقيقة المرة الجاية ما يمسجل وانا صايم فما هو شي صعب الكاراتين طفولية تسويه لكن تي تايتنز غو ما عمل هذا الشي فليش ما يقدرون تي تايتنز غو ينفسون تين تايتنز، ستيفن يونيفيرس، أدفنتر تايم وليش ما هو مكان حلو أن يدخلون قصص طويلة وأميقة المشاهدين يكرهون عشان ما هو عاطفي ولا فيه تطور في الشخصيات عكس المسلسل الأصلي لكن السبب هو أنكرتوا النتورك بنفسهم نزلوه أو جهزوه للفشل يعني بالله كيف تجيب مسلسل زي كذا عاطفي وفيه كل التطور هذا في الشخصيات بعدين ترميها كلها في زباله وتجيب لنا هذا قاعد يرقص على ما أدريش هذا شوفوا لأنه تشوف الدسكريبشن حق المسلسل الأصلي من البداية هو أنه راح يكون ما لح علاقة في المسلسل الأول ولا لح علاقة في دي سي واضح مع النص المسلسل قاعدين يطرون كل أي شخصية تفكر فيه بي دي سي فأيوة كارت النتورك يعني جاهزوا المسلسل أنه يفشل بأنهم استخدموا أشياء كثيرة من المسلسل الأول لكن في نفس الوقت مختلفة تماما يعني معنهم نفس الشخصيات أصلا وشي ثاني كنت أقوله أنهم خليني الشخصيات أغبياء ولما أقول أغبياء أقصد أنهم ما يستخدموا العقولهم زي الناس مثلا عندك هذه اللقطة اللي روبين الفلق قاعد يسوي نكتة ولا سحر اللي هو عساس أنه يشيل أصبعه وكله من بهره إلا ريفين أكيد أول حلقة اللي روبين صرق أنف بيست بوي بيست بوي ما عنده أنف يعني فيه درجة الغباء اللي تقدرون تعطونهم لكن إش هذا الحين بيجوا الناس في الكومنتات يقولون تراحق أطفال يعني بس أنا ذا حين أقولكم مرة ثانية أنا أقارنه بالمسلسل الأصلي اللي المعلومياتكم تراحق أطفال بعد بس ما فيه غباء لدي الدرجة حتى سايبورغ صدق سايبورغ شخص ثاني يعني بيست بوي أوكي يمكن يتوقع طول حياته عنده أنف لكن سايبورغ إيش في مدير ومن إضافة غباءهم والأشياء اللي بينهم اللي نفس بعض تحسنهم نفس الشخص بدون أي قصة خلفية بدون أي تطور عاطفي تطور أي شيء ما فيه يعني ما عاد فيه شيء يفرق بينهم يجونك باكج واحد يعني ما فيه أي حلقة تتكلم عنهم أو عن قصتهم أو تعطيهم أرك بسيط لنفسهم لو علقوا الستارفير اللي عندها من أقوى الأركس بينهم اللي هي أختها بلاكفير أسحب على هذه ريفن مهما كان غير عن تين تايتنز الأصلي اللي لكل شخصية حلقة وحلقتين يمكن أكثر كلها مخصصة لتطويرهم اللي حتى يتطوروا مع بعض على طول القصة مثلا يوم سايبورغ لاحظ إنه إنسان أكثر من إنه روبوت لما فضت بطاريته ويساعده فيكسيت اللي طموحه هو بس إن سايبورغ يصير عبده الروبوت أو روبين يقاتل مع داخله خصوصا لما الوضع يخص ديستروك وهو شخص سري عنده أسراره ولكن بيحمي فريقه في كل الحالات عكس روبين اللي من ريبوت اللي طماعه وآخر همومه الفريق وهو عكس قائد بالكامل ويحاول يكون قائد بإنه يخليهم يسمعون كلامه ويكون حريص عليهم بالزيادة اللي يقدر يخرب علاقته معاهم وعشان عاداته ذي يكون هو ضحية النوكة والتقطقه روبين من تين تايتنز في الليجة الثانية عنده احترام الفريق وتعاونهم معه وسايبورغ اللي في المثلسلين هو المعضل الكبير وكذا لكن له شخصية أكثر في تين تايتنز ويحس إنه إنسان مع عضاء جسمه الروبوتية لكن سايبورغ اللي في تين تايتنز جو هو المعضل اللي يكون راسم مشاكل في أكثر الحلقات مع أخوية بيست بوي ويسوون كل شي غبي تقدر تفكر فيه وحتى أشياء ما تقدر تفكر فيها زي ما يقول بيست بوي ما أقولكم إنه لازم ما يكونون أصحاب مرة بالعكس علاقة تين تايتنز مع بعض ما في زيها لكن مو درجة غباها دول ستار فاير من كل الناس مخلينها الدلوعة اللي مفروضنها قوية زي شخصياتها في تين تايتنز وهي تكون الشخص اللي تصالح بين التايتنز إذا صار شيء أو مشكلة وتحب تتعلم وتعرف أكثر على البشر في هذا العالم اللي مختلف تماما من موطنها لكن ستار فاير في تين تايتنز جو عبارة عن نكتة ما تفهم أي شيء لعلاقة بالبشر وما عندها تطور أو شخصية زي الباقين فيهم سلسل وأحيانا تسب الناس بدون ما تهدري أو ما تكون طيبة وريفن خلوها مكتايبة أكثر ما أدري كيف لكن عندها أشياء تحبها ما كانت وقاتنا بتحبها كهوايات وفي تين تايتنز ما تتكلم عن نفسها كثير وقواتها عبارة عن جزء أسود فيها وشيطان تعيش معه وبيست بوي من يومه هو طفولي ويمزح لكن شي التفاهته في تين تايتنز وأضربها بألف ويجيك بيست بوي من تين تايتنز جو ومخلينها أبيط وكسول اللي صراحة كأنها سبها للأصلي اللي كان طفولي لكن وقت الجد يكون جد وفرق ثاني بينهم هو القصص اللي لها علاقة بالفايتات المسلسلين تركز على حياة هذول المراهقين اللي عايشين في حرف تي هذا ومنها نعرف ان ما يحبون الألعاب الإلكترونية والأكل أخصوصها البيتزا الشيخ وشوار ذا ذكرتي مع البيتزا أكسيمبلة في ألف أكله نوع شوية ولا ما نبي وافز يا بيست بوي سايبورغ حتى الباي خلاص انقلع المهم غير عن هذه الثنين ما في شي ثاني المهم من المسلسلين كلهم الشخصيات يحبون تقريبا نفس الأشياء لكن تين تايتنز جو مزودين هن شوي حتى لقطات حقات ملاحقة بس على السريع وحتى الفايت يكون ببيض وتسعة وتسعين بالمئة من الحلقة كاملة هو أنهم يسوون الأشياء اللي قلت لكم عنها يلعبون باللعاب الإلكترونية يأكلون بيزا أو يسوون أي شي ثاني وشي نادر أصلا في هذا المسلسل نكتشوف تين تايتنز يسوون الشيء اللي تين تايتنز بفروض يسوونه ما يدفعون على المدينة بس يدفعون على بطونه ومن اللي يأكل أكثر عام شي لاحدي يأخذ الباي حقي ولا الوافل تين تايتنز بعد يروحون خارج المدينة في غابة ريفن ولا عالم سترفير ومسلسل تين تايتنز جوي خلونا واضح إذا جابوا طاري مسلسل أول زي لما يغلوا الأنترو مسلسل أول وأشياء ثانية زي كده شي حلو على اللقل الممثلي الأصوات هم نفسهم من المسلسل الأصلي ولكن الشي غريب وممكن صعب على مشاهدين المسلسل الأصلي أنهم يسمعون أشياء تافة تطلع من ثميهم بعد ما سمعوا أشياء عميقة وكعيبة شوية في المسلسل الأول مثلا حزن بيست بوي على موتة تيرا وارحين عن النكت في المسلسلين والفرق بينهم تين تايتنز كان مسلسل أطفال لكن ما كان كوميدي مرة وإذا لازم يكون شي فهو دراما أشياء سوداء تصير في تين تايتنز اللي مستحيل تصير في الريبوت تين تايتنز كان فيها نكت وضحك لكن كل حلقة لها معنى أكبر وأعمق من الثانية لكن الريبوت يعيش على النكت وإذا ما فيه النكت لازم رسم يضحك وانصنع بدون فكرة أنه يستحمل أشياء ثقيلة والقصص الثقيلة يعني تخيلهم مع أبو ريفن أبو ريفن الصدقي مو هذا الشيء وقصلي أنه ما يصلح الدموية هذه كلها في مسلسلة زي تين تايتنز جو وبالمختصر تين تايتنز جو انصنع للطاقة هو ما يستحمل كل الأشياء هذه اللي يمتابعين بغونا وزي أي ريبوت فيه محبين وفيه ناس يكرهونه لكن هذا هو واقع من مسلسلين تين تايتنز جو ملون أكثر من قوس غزح ويعلم ناسهم أوه في مرح وسعادة على طول وفيها الألوان السعيدة دي وتقدر تلاحظ أن أكثر مسلسلات فيه أجواء وألوان لكل شيء مثلا أوقات الحزن يكون فيها ألوان غير وأوقات السعادة فيها ألوان غير وأيام مشمسة وكذا لكن تين تايتنز جو تشوفه ماشي على مود واحد على طول عكس تين تايتنز اللي يقدر يروح من يوم سعيد ومشمس إلى ظلام عالم ريفن وغير عن كذا بعض قصص تين تايتنز تتحلم أنها تصير في الريبوت مثلا محاربة ريفن وستارفاير مع أصحابهم لما أرواحهم انمسكت وانحطت في دماء والحلقة كانت مخيفة أو لما رجع ديستروك من الموت وأخيرا الارت ستايل شيء أوضح من وضوح الشمس تكلمنا عن أهمية الألوان بس الارت ستايل أهم من كل شيء لأنها توضح ستايل المسلسل الكامل يعني تخيل هذا في تين تايتنز الأصلي تين تايتنز الأصلي ما أخذ اسبريشن من الأنامي الياباني والريبوت ما أخذ شكل أكثر وأطفل إذا هذه كلمة لكن ستايلها حلو مرة ونوع ما فيه زيه وحتى الأشرار ما يخوفون عشان ما يصلح مع رسالة اللي يبغون يوصلونها وتين تايتنز يحبون الظل والغموض في رسماتهم هذا اللي يميز الأثنين من بعض مع كل أشياء اللي قلتها بعد لا تنسون تشتركون تفعلون جرس التنبيه لكل مكضاء جديد إن شاء الله استمتعتم مع السلامة هذا ريام من تصميم وترى الفائز القفوية بنكتبه في الكومنتات